مع ديون بعض الاندية ده اولا ثانيا عايز تقول حاجة تانية في الحكام او انا عندي تلات اسئلة تلات اسئلة بالزبط هو ما فيش قانون جديد صح لا ما فيش قانون جديد انا عندي تلات اسئلة وعايز اي حد يجاوز السؤال الاول ليه الاخطاء التحكمية دايما في مطشاط نادي الزمالك بتبقى زي ما احنا شايفين في كاس مصر تحديدا بروكسي ضربتين جزاء لنادي بروكسي ما تحسبوش اهو ادي اول واحدة دي ضربت جزاء ما تحسبتش هاد التانية كمان ضربت جزاء ما تحسبتش ده دور الاثنين وثلاثين دور الستاشر هات اللعبة اللي بعدها ضربت جزاء لحمد سيد زي زولا عب نادي الزمالك في الديه السبعتاشر غير صحيحة بشهادة جماعة خبراي التحكم ليه دايما الاخطاء في كاس مصر في اتجاه نادي الزمالك لباللي صالح نادي الزمالك السؤال الاول الدكتور احمد سيد زيز بيسألوا لأي حد يعني عايز يرد بنفضلكم بالرأحة كده وتردوا علينا باسلوب طبيعي على فكرة احنا هنا ما بنعملش قص احنا عايزين نفهم يعني سؤال وعايز اجابة ننتظر الاجابة ده السؤال لا السؤال التاني دلوقتي النادي الزمالك اعتذر او انسحب عن بطولة السوبر المصري ليه اتحاد الكورة لغاية دلوقتي ما طلعش العقوبة مفروض العقوبة بتقول في حالة الاعتذار ايه ان هو حرمان من عام وغرامة نصف مليون جنيه لو انسحاب اللايحة اللايحة حرمان سنتين وغرامة مليون جنيه هل هناك يعني الوقت فيه بطولة السوبر المصري في اكتوبر هياخده بطل الدوري وتاني الدوري اللي هو النادي الاهلي والنادي بيراملس وبطل الرابطة اللي هو النهائي ما بين النادي المصري ونادي سيراميكا والنادي رابع هيبقى بدعوة هل الدعوة دي احنا ما تمش الاعلان عن العقوبة عشان أستضيف نادي الزمالك يا جماعة طب ما دي لوائح انت بتقول عشان ايه عشان يستضيف نادي الزمالك عشان ايه دعوة دعوة ملكش دعوة عجبك ولا مش عجبك انا عايز سؤال حلو جدا السؤال التاني واضح وصريح وننتظر الاجابة انا عايز رد على الاسئلة دي من اتحاد الكورة السؤال التالت بقى يعني اول سؤال ليه في ماتشوط الزمالك ليه لم يتم حتى الآن تطبيق اللائحة تطبيق اللائحة في اعتزار نادي الزمالك عن السوبر اول انسحاب اول انسحاب السؤال التالت بالنسبة ان اتحاد الكورة بيجي الديون بعض الاندية نادي الزمالك كان عليه اكتر نادي في مصر عليه ديون في كورة القدم 62 مليون جنيه الديون دي اتحاد الكورة جدولها ده حاجة تحترم ان هم هيقصدوا الديون دي على اربع فترات قيد طبع 16 مليون 16 مليون 15 مليون 15 مليون على اربع فترات قيد دلوقتي السؤال هل ينفع ان نادي الزمالك حسابه البنكي مغلق ان اتحاد الكورة يفتح حساب بنكي هل ده هل الكلام ده حقيقة هل ده حصل ده السؤال ده اللي احنا سمعينه ان نادي الزمالك فتح حساب بنكي خاص به من خلاله نادي الزمالك يصرف هل ده هل ده ما يبقاش يعني مثلا ممكن يحصل مجاملة او يخش في سكة يعني برضو ننتظر انا السؤال ده اصلح سهلا هيرد عليك يقولك عندك دليل كل الاعلام كل الاعلام يتكلمه في النقطة دي هو هيقول الحساب البنكي مغلق الحساب البنكي بتاعنا ده الزمالك مغلق ازاي نادي الزمالك بيقايت صفقاته دلوقتي ازاي نادي الزمالك بيجدد الحمزة المسلوسي فانا عايز رد على التلات اسئلة دول لان التلات اسئلة دول مهمين جدا جدا قصة التحكيم في مباراة كاس مصر واللي بيحصل في دور الاتنين وثلاثين ودور الستاشر النقطة التانية موضوع ان انت لغاية دلوقتي ما تبقتش اللايحة في نهاي كاس الرابطة على الاعتزار نادي الزمالك على السوبر المصري واللي حيلعبوا في السوبر المصري الجديد مين ما دي برضو الحاجة دي لازم تت ماذا فهاش مخرج السؤال ده فوش مخرج لماذا دي لما يتم تطبق فوش مخرج طبعا ايقول لك ملكش دعوة لا لا انا اسف نحن دخلين برد الكلمة صراحة انا اسف يعني الكورة او ادارة شؤون الكورة في مصر مش مش ملك حد صح ومش انا اسف انا اسف هي مش مش شركة خاصة لن يحدث هذا الامر وعمر ما حد يظون ان هو في ايده مقاليد الكورة في مصر السؤال التاني قال له احمد السابت ممكن الاسئلة التانية يكون فيها مساحة جدل ومساحة اجوبة انما مثلا النادي الزمالك مش هيتعاقب لعدم لعبه لمباراة السوبر ده مستحيل لازم هيتعاقب هيتعاقب الحتة المعمولة بقى في كاس السوبر الجديد دي بصراحة جديدة اون انا اقول لك انها هوجه دعوة مثلا اسبانيا هم من ابتدعوا هم من ابتدعوا موضوع الاربع فرق وشفناها احنا من امامة سنتين هم بيدعوا الاول فرقتين في الدول وبياخد اللي وصلوا في الفاينل فرق حقاية انجازات فكرة انك تسيب كارت كده تلعب بيه ومسلا هجيب دعوة ايه دعوة هقول لك على حاجة ممكن دعوة عشان انت مسلا عايز تجيب نادي جامهيري مسلا عايز تجيب لإسماعيري طبو الحقوق يا سابت ماشي النادي جامهيري بس انت النادي ده معاقب أصلا سيك من دي النادي ده معاقب بس دي لا الحتة بتاع تدعوة دي كانت معامولة اعتقد قبل انسحاب ناس الزمالك قبل انسحاب ناس الزمالك اه هو كان ده شنا باطحين يعني ممكن تجيب نادي زيال اسمعيلي نادي زيال اتحاد ماشي بس الفكرة نفسها اي ده اه يا عم تشوف الناس اللي بتكتاهد عبوما انت كده يعني في اسئلة تالتة لا هم تلتة اسئلة انا عايز يجاب على التلتة اسئلة دول اتمنى ان حد يطلع يجاوبرين على الاسئلة اللي سألها دكتور احمد سيال